إليك بعض الوصفات الغذائية الصحية واللذيذة للأطفال تناسب أعمارهم وتوفر العناصر الغذائية الأساسية لنموهم 1- بنكيك الشوفا والموز المكونات 1- موزة مهروسة 2- بيض نصف كوب شوفا رشة قرفة الطريقة أمزج المكونات جيدا حتى تتكون عجينة متجانسة سخني مقلات غير لاصقة وضعي ملعقة من الخليط وشكل دوائر صغيرة اقلي الباني كيك على نار متوسطة حتى يصبح ذهبيا قدميه مع ملعقة صغيرة من العسل أو الفواكه المقطعة 2- أصابع البطاطس المخبوزة المكونات 2- بطاطس مقطعة أصابع 1 ملعقة زيت زيتون رشة ملح رشة زعتر أو بابريكا اختياري الطريقة سخني الفرن على حرارة مائتان درجة مئوية اخلط البطاطس مع زيت الزيتون والتوابل رتبيها على صينية خبز وادخليها الفرن لمدة من 25 إلى 30 دقيقة حتى تصبح مقرمشة قدميها كوجبة خفيفة 3- كرات الطاقة بالشوفان المكونات نصف كوب شوفان 2 ملعقة زبدة الفول السوداني ملعقة عسل ملعقة صغيرة كاكو اختياري الطريقة أخلطي جميع المكونات حتى تتماسك شكل الخليط إلى كرات صغيرة ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة قدميها كوجبة خفيفة بين الوجبات 4- شربة العدس بالخضروات المكونات نصف كوب عدس 1 جزرة مقطعة 1 بطاطس صغيرة مقطعة 1 كوسة مقطعة 2 كوب ماء الطريقة اغسل العدس وضعيه مع الخضروات والماء في قدر على النار اتركيها تغلي ثم خففي النار وتركيها تطهى لمدة من 20 إلى 25 دقيقة اهرس المكونات باستخدام الخلاط اليدوي للحصول على شربة ناعمة قدميها دافئة لطفلك 5- سموز الفواكه المتنوعة المكونات نصف موزة 1 كوب حليب حفنة من الفرول أو التوت ملعقة صغيرة عسل الطريقة ضعي جميع المكونات في الخلاط واخلطيها حتى تصبح ناعمة اسكبي سموزي في كوب جذاب وقدميه لطفلك هذه الوصفات تناسب الأطفال من عمر 6 أشهر وما فوق مع الأخذ بعين لاعتبار حساسية الطفل لبعض المكونات يمكن تعديل للوصفات حسب عمر طفلك وتفضيلاته ابتسامة وجه وأعين